السلام عليكم انا اسمي منذر الحمدوش احد الزملاء المشرفين على ورشة الكتاب العلمية بداية بحب رحل فيكم جميعا واتمنى لكم ان شاء الله متعة كاملة في هذا الكورس رح حاول عرف عن نفسي بالاجابة على اربع عسئلة ممكن تخطر لأي طالب بشارك بأي كورس جديد اونلاين او او اونلاين السؤال الاول من هذا المحاضر او من هذا الشخص الذي يشرف عليه انا حاصل على اجازة فهندس المعلوماتية من جماعة حلب ومجستير في المعلوماتية الحيوية من جماعة بولونيا في ايطاليا ودكتوراه في الحوسبة الذكية وتطبيقاتها في المعلوماتية الحيوية من جماعة لاتروك في استراليا مدينة ملبور لماذا اشارك في هذا العمل ولماذا اخصص جزء من وقتي للاشراف على هذا العمل بداية هذه مسئولية اعتبرها شرف رين في مساعدة ابناء بلدي على الخصوص في تطبيق قدراتهم البحثية والعلمية واي باحث مشارك في اي عمل بحثي يجب ان يكون له هذا الحسب المسئولية وخصوصا للبلد الام الذي نأتي منه السؤال الثالث ما هي خبرات هذا المشرف كيف يمكن ان يساعدنا خبرتي في البحث العلمي تتعدى الثماني سنوات حتى الان الحمد لله اعمل انكار ديور او كما يسمى مراجع او مدقق في عدة مجلات دولية في مجال الحوسب الذكية والمعلومات الحيوية وأبرزها مجموعة الثمانية الحمد لله من خلال عملي في هذا المجال اقتسب خبر كبيرة جدا في الكتابه وكيفية تطوير الكتابه وكيفية إجراء كتابه بحثية جيدة أخيرا أود أن أخبر الطلابه والمشاركين جميعا برسالة مهمة ان الكتابة العلمية عبارة عن فن لا يمكن أن تتقنه في كورس عبارة عن أسبوع أو أسبوعين ويحتاج منك على الأقل سنوات عديدة حتى تتقنه بشكل جيد وأتمنى لكم التوفيق